التثاؤب حركة للفم لا إرادية تكون من هجوم نوم أو كسل من امتلاء ونحوه والتثاؤب حكمه الكراهة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان وفي رواية فإذا قالها ضحك منه الشيطان أي فرحا بنفوذ تصرفه فيه والتثاؤب في الصلاة أشد كراهة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل وفي رواية فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل أي مع التثاؤب فيثقل عليه صلاته ويلقي من الوساوس ما يريد إلقاءه في القلب فإذا غط العبد فماه فقد حصن نفسه من الشيطان فمن اعتراه ذلك سن له أن يكظمه ويرده قدر الطاقة ويخفض صوته وكظم التثاؤب يكون بأمور التحكم بالثم ومنعه من الانفتاح وضع اليد أو الثوب على الثم ونحو ذلك فيطبق شفتيه ما أمكنه فإذا لم يستطع وضع يده على ثمه سواء اليمنى أو اليسرى فالأمر في هذا واسع ويقوم مقام اليد كل ما يستر الثم كثوب ونحوه مما يحصل به المقصود ترجمة نانسي قنقر